السلام عليكم. آآ نشوفوا آآ التفاضل آآ نشوفوا كيف آآ الدوال العكسية الدوال المثلاتية العكسية كيف يمكن فاضلها. يعني شان تفاضل يعني حنلاحظوا ان الساين الساين هي عبارة عن شنو عبارة عن الله احضام هنا هي عبارة عن الواحد على جدر الواحد ناقص شن هو هنا نشوف شن موجود هنا مهما يكون الموجود هنا الموجود هنا الموجود هنا مثلا هنا شن موجود اكس نحط اكس اي شي ربعة يعني لما نقوله اي شي موجود هنا بهاي كان موجود ثنين نكس نقوله هو عبارة عن واحد جدر واحد ناقص تربيع ديما كان موجود هنا ثنين نكس نحط ثنين نكس هنا اي شي موجود الربعة طبعا مضروب في شنو مضروب او نحطه في البسط ما يفرقش مضروب في تفاضل في تفاضل الجزئ هو شن تفاضل هذا بواحد او الواحد كان هذا عبارة عن فاضل بيطالع بها اتنين هاد هو نفسها الكو لاحظوا التشابه algunas الا 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 كانت هلاحظوا ان هذا هو نفس هذا وهذا هو نفس هذا وهذا هو نفس هذا لكن يختلف في الاشارة. هذا موجب هذا سالب. هذا موجب هذا سالب. هذا موجب هذا سالب. لاحظوا نفس كل شيء. بعد اختلاف الاشارة. اه طبعا نفسها قلنا هي عبارة عن واحد على جدر واحد ناقص مهما شنو الموجودة هنا مربح. نفس القصة هي عبارة عن واحد على واحد زايد. شن موجودة هناي? الربعة. الفنكشن الموجودة هنا اربحها. طبعا نفسها واحد على الواحد زايد شن موجودة هنا يربع. الزاوية المثلتية اربحها. اه طبعا بالسلب. هي عبارة عن واحد على الاكس في الجدر. الاكس تربيح اللي هو الاكس شن موجودة الربعة ناقز منها واحد. ونفسها بس بالسالب. هنشوفوها اكتر هنفهم اكتر بلا مطلع. شوفو. نبدو من المثال الاول متل كان عندي طبعا كلها نجيبه في التفاضل. التفاضل الاول. تساوي بعد نقوله تلاتة اكس تربيع زايد كوتانجنت انفيرس الاكس. شين تفاضلها? الواي انفيرس شين تفاضلها? واضحة هي. شين تفاضلها دي? عبارة عن نزل هنا. ما يبدو فيها ستة اكس. زايد الكوتانجنت. الكوتانجنت انفيرس. الكوتانجنت انفيرس هي عبارة عن شنو? عبارة عن شنو? ندير اهبين قسين. ناقص. ناقص شنو? واحد على واحد على واحد زايد الاكس تربيع. شنو الاكس تربيع? ها هو. شنو هني الموجود عندي? عبارة عن زايد. نفتح قوسين. شنو موجود عندي يعني هنا يا اكس معناها ربعة. طبعا بالاضافة الى الفاضلة الفاضلة بيطلع واحد يكتب واحد. معناها شنو بيطلع عندي تفاضلها بيطلبها ستة اكس زائد نخلو ناقص واحد على الواحد زايد اكس تربيع. وهذا هو تفاضل فنكشن هدي. نشوفو فنكشن تانية توضح بها الصورة اكتر. لاربعة اكس تربيع. كيف يمكن نشوف في تفاضلها شنين ساين ام فيرس اه للا اكس شن تساوي? نخلوها بجمبنا هكي. شن تساوي عبارة عن دواي ام فيرس متاحها شنو يساوي? واحد واحد على جدر. جدر هو واحد ناقص ناقص شنو الاكس تربيع. هني معاش يولد اكس هني ولد اربعة اكس تربيع. معنا هندير بين قوسين تربيع لندير اربعة اكس. اربعة اكس تربيع. هذا كله مربح. تمام? مضروب في شنو? مضروب في تفاضل هو جزية هدي. شن تفاضلها? عبارة عن الاربعة اكس تربيع شن تفاضلها? ثمانية اكس. معناها الواي برايم شن تساوي واحد على او نطبعها طول مباشرة يبطى نطبعها ثمانية اكس. يعني اضربنا ثمانية اكس في الواحد. على جدر واحد ناقص نربعه هي الاربعة تربيحها بستاش. اه اكس تربيع اه تربيحها كان بيطلبها اكس اوس اربعة. وهذا هو تفاضل الفنكشن هاتي. نزيد ونشوفوا متال تاني. انو ساعة هنا نكملو هنا يا. عندي احنا نقولنا الواي. تساوي متل نقولو ساين اكس اوس اربح. واضحة مباشرة نحللها باش بتشين. الشين شنقول الشين رول. عندي هنا شنو? عندي الاربحة. معنى واضحة ده الاسية. شن نقول نزل الاربعة مهمنيشة اللي لداخل من دي الا شاي في الخطوة اللولة عبارة عن نقص من الاس واحد ثم نفاضل موجود الداخل. شن تفاضل ساين فيروس تو تكلمنا لها هي عبارة عن شنو? واحد على الجدر واحد ناقص هاللي موجود تربيح. شنو الموجود عندي يعني موجود عندي الاكس. معنى شنو هي الاكس تربيح. معنى الاكس تربيح. مضروب في تفاضل الاكس. شن تفاضلها بواحد. يعني عندي الناتش. هاللي بيطلع لي منها هي عبارة عن اربعة ساين ان فيروس الاكس لكل اس. تلاتة على الجدر واحد ناقص اكس تربيح. هذا هو تفاضل فانكشن هادي. نزيد ونشوفه في فانكشن تانية مثل نقوله الاي اوس اكس تان ان فيروس الاكس. واضحة نرجع للرول الاول في تفاضل تاني زايد تاني في تفاضل الاول. نحل التحليل مباشر. الاول اي اس اكس. تفاضل التاني شنو التاني تفاضلها? تاني عبارة عن واحد. على الواحد زايد اكس تربيح. شن هو الاكس هو? يعني الزاوية الموجودة الفانكشن الموجودة مع الزاوية نربحها. بالاضافة الى تفاضل الفانكشن موجودة مع الزاوية. يعني التاني هي عبارة عن قلنا واحد على واحد زايد شن موجودة الربعة. شن موجودة لكس من ربعة. واضافة الى تفاضلها بواحد لا يكتب. با. تمام زايد تاني. في تفاضل الاول اي اس اكس كيف ما اخذناها قبل عبارة عن شن تفاضلها الدل الاسي كيف ما هي. واضافة الى تفاضل اسها بواحد لا يكتب. دهما يعني تعوش اننا نساوي المسألة شوية. هي الواي برايم. الواي برايم شن تساوي? الواي برايم. الواي برايم تساوي اي اس اكس. على واحد زايد الاكس تربيع. زايد اي اس اكس. تاني نفيرس الاكس. نزيد ونشوفو متال تاني. مثلا عندي الواي تساوي كوسيكنت انفيرس. شن تساوي? عبارة عن واي برايم تحها طول مباشرة. هادي زاوية وداخلها فانكشن. نفاضل كوسيكنت انفيرس. شن تفاضلها? كوسيكنت انفيرس. هي عبارة عن ناقص واحد على. الواحد على ال اكس ابسليوت جدر الاكس تربيع ناقص. ناقص الواحد. نشوفو. عبارة عن الواحد. واحد على الواحد على الاكس اكس شن هي الاكس متاعي عبارة عنها هي جدر هذا الجدر جدر شنو اكس تربيع او الفونكشن تربيع هذا شن معناها تربيع شن داني ناقص الواحد هذا كله شن يساوي طبعا هذا كله ما يشبه ناقص عندي اشارة ناقص آآ هذا كله شن يساوي بيساوي ناقص واحد اهي ناقص واحد على جدر اي طبعا لما ربع هادي هي بارة عن تنين اكس ناقص واحد بالاضافة الى حاجة اللي بدي نديرها هنا هي تفاضل الاكس هوا شن تفاضله هلي اي اوس اكس مضروب فيه خلينا في البسط يعني يبدأ اي اوس اكس يعني ي برايم تساوي اه ناقص واحد على لاحظوا معي حاجة تانية اي اوس اكس تمشي معنا اي اوس اكس هنا يا شن بيبدأ فيها ناقص واحد على جدر اي اتنين اكس هلي الاكس تربيع طبعا لوسيس تضرب لما ربع هاني اتنين في الاكس بيعدة فيها اتنين اكس ناقص واحد وهذا هو ناتج كوسيكند اه انفيرس كوسيكند لوس اكس نزيد ونشوفو متل نشوفو متال تاني نشوفو متال تاني متلا متل نقولو تساوي تربيع مباشرة نحللنا زي ها اتنين تنزل اتنين تنزل نحلل شين عادية شين رول ثم نفاضل ما بيداخل القوس ما بيداخل الساين هي عبارة عن واحد جدر واحد ناقص طبعا اناكس معنا اكس تربيع وتفاضلها عادية شين تساوي عبارة عن اتنين ساين انفيرس الاكس على جدر واحد ناقص الاكس تربيع تمام نزيد ونشوفو متل المثال تاني متل نقولو جي اوف تي تساوي كوساين انفيرس نوعه جدر اتنين انتي ناقص واحد شنين التفاضل المتاحها شن يساوي الكوساين كوساين كوساين هنا عبارة عن واحد بالماينس واحد على جدر واحد ناقص اكس تربيع طبعا في التفاضل اه شن تساوي معناها هنا واحد بالناقص على جدر واحد ناقص هاللي موجود كله ندير له تربيع هاده موجود نديره تربيع شن موجوده هنا يا عبارة عن جدر هو موجود هاده كله هو جدر اتنين تي ناقص واحد بالاضافة الى مضروب شنو في في تفاضل هاده كله شن تفاضله لما نقوله اتنين تي ناقص واحد لكل جدر هو عبارة عن اوس نص معناها مما ان اوس نص نقدر ان نفاضلها عبارة عن اتنين تي ناقص واحد اوس ناقص نص مضروب شن داخل القوس معناها باتنين اتنين تمشي معا اتنين شن بيقعد فيها واحد على جدر اتنين تي ناقص واحد هاده هو تفاضل هاده يعني كم بيطلع فيها واحد على جدر اتنين تي ناقص واحد معناها بيساوي ناقص واحد على جدر واحد ناقص طبعا الجدر مع التربيع ايه مشي الجدر مع التربيع بيقعد فيها كم اتنين تي ناقص واحد وتبال كم ايدا من لابده من الاقواس او بتبدأ ناقص اتنين زايد زايد واحد تمام مضروبة في الواحد على جدر اتنين تي ناقص واحد اا شراكي مبسطة اكتر ناقص واحد على جدر هني واحد وهنين وزع يبدأ فيها تنين معناه هني يبدأ فيها ناقص اتنين تي وزعت الناقص وهني واحد زايد ناقص ناقص واحد معناها يبدأ فيها زايد اتنين تمام مضروبة في شنو مضروبة في جدر اتنين تي ناقص واحد عدو تفاضل الفانكشن اهي نزيد ونشوفو متل المثال اا التاني متل نشوفو متل بسيط قاعد ما نقول نشوفو بسيط شوية متل نغيرو شكل صياغة متل نقولو دي عدو اكس لسيكند اا المفيرس اكس او اربح شن يساوي السيكند عندي هي واحد على الاكس جدر اكس تربيع ناقص واحد معناها شن يساوي عندي واحد على السيكند هي واحد على الاكس لساوي عندي الاكس يساوي اكس او اربح با هي جدر جدر شنو اكس تربيع اكس تربيع شنية الاكس اكس او اربح ناقص واحد مضروبه في شنو مضروبه في تفاضل فانكشن هي شن تفاضلها اا اربح اكس او اس ثلاثة يعني يولي شكلها شنو اربح اكس او اس ثلاثة على اكس او اس اربح جدر الاكس اربح في اثنين بثمانية ناقص واحد اه يمشي مع بعض بيقوت فاها اربح على الاكس جدر اكس تمانية ناقص واحد اه نزيد ونشوفو متل متال تاني نشوفو متال تاني متل ان نشوفو متل نقولو اا دي عالدي اكس دي مينو دي ساين امفيرس جدر كوساين اكس مباشرة شنية الخارج انه هادي معناها مباشرة نشبح الساين الساين شن هي شن تقول الساين الساين تقول واحد على الجدر واحد ناقص شن موجود الربعة شن هو الموجود جدر كوساين جدر كوساين الاكس ثم مضروب في تفاضل هذا شن تفاضل هذا واضح هو عبارة عن شنو الكوساين هي عبارة عن شنو كوساين جدر كوساين اكس اوس نص وشن تفاضل كوساين اكس اوس نص عبارة عن عوة في نص كوساين الاكس نص ناقص واحد عبارة عن ناقص نص مضروب في شنو في الداخل شنو الداخل عبارة عن ناقص ساين اكس ناقص اكس ناقص ساين اكس تمام يعني عبارة عن فاضلناها نزلنا نزلنا هذا اللوطة ونقصنا منها واحد ثم فاضلنا ما بيداخل اقواس تمام يمكن نعدل المسألة بشكل احسن يمكن افضل شوية شن يبدأ شكلها عندي نعدل نطلع النص برا هذا النص جدر واحد ناقص طبعا جدر يمشي معها التربيع شن بيقود فيها كوساين اكس مضروبة في شنو مضروبة في شنو مضروبة في شنو مضروبة في ناقص ساين اكس مضروبة في ناقص ساين اكس نزيد نبسطها اكثر بشكل افضل هي هذه كلها تساوي كشن تساوي ناقص ساين اكس على اثنين جدر واحد ناقص كوساين الاكس مضروبة في جدر كوساين الاكس وهذا هو ناتج الفونكشن هادي نزيد نشوفه مثال تاني مثلا نقوله الواي تساوي نشوفه مثلا الثاني الاكس على الاي ما تفرقش هالبقى اي ما نديش علاقة بالاكس معناها الاي شن نعتبره زايد اللين الجدر الاكس ناقص الاي على الاكس زايد الاي طبعا الجدر شاملهم الاثنين نحلولو شن التان ام فيرس كبلا نفضلها الشراكة مزيد ونعدلوها شوية تان ام فيرس الاكس على الاي زايد لاحظوا معاي هذا كل كان اس نص يعني اللين اس نص نص عبارة عن شنو اكس ناقص اي على الاكس زايد الاي ونعرفو ان النص نقدر نطلعوه برا معناها تساوي تان ام فيرس الاكس على الاي زايد نص لن اكس ناقص الاي على الاكس زايد الاي طبعا لاحظوا معاي قسمة يعني نقدر نغيرها بشكل تاني الاكس على الاي زايد نص لن الاكس ناقص الاي ناقص نلاحظوا معاي انا نديرها هاك نص للاتنين ناقص لن الاكس زايد الاي نذكر القوس نزيدوا مبسطاها تاني مبارس الاكس على الاي زايد نص لن اكس ناقص الاي ناقص لن الاكس زايد الاي تمام توا حالي نقدر نبدأ مفاضل التاني الفيرس شن هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن واحد على واحد زايد شنو ان اي اي اللي موجود الربعة شن موجود الاكس على الاي مضروف في تفاضل هذا شن تفاضله؟ عبارة عن كأنه واحد على الاي تابت تفاضل الاكس بواحد بناها واحد على الاي زايد نص شن تفاضل لن عبارة عن نحطها كيفما هي نحطها كيفما هي ثم نفاضل اللي موجود الداخل شن تفاضل الاكس بواحد والاي تفاضله بزيرو ناقص طبعا احنا في نص لنا وزعناه ناقص نص هناك شنو اكس زايد لاي وهناك شنو بواحد ها نعدل فاها شوية لشن تولي شكلها يعني ها نقدر نضرب يعني ها بدفاع واحد على واحد على اي واحد زايد ووزعها اكس تربيع على الاي تربيع تمام زايد هنا نوزعها منها واحد على اتنين الاكس ناقص الاي ناقص هناك واحد على اتنين الاكس زايد الاي وهذا هو تفاضل الفنكشن هادي زايد نشوفوا المثال تاني مثلا نقولوا الواي تساوي مثلا نقولوا عبارة عن الاكس كوساين انفيرس جدر اكس شن تساوي الواي برايم شن تساوي لاحظوا عبارة عن ضرب دلت زايدس فنكشن معنا الاول في تفاضل التاني شن هو تفاضل الكوساين الكوساين هو عبارة عن ناقص واحد على الجدر الجدر شن هو واحد ناقص شن موجود الربع شن موجود هو الاكس اس نص اللي هو الجدر مضروب في تفاضل الاكس اس نص يعني اكس اس نص اكس اس نص شن تفاضل عبارة عن نص اكس اس ناقص نص. هل هو نص جدر الاكس. تمام انا نقول هو عبارة عن شن تفاضل هذا عبارة عن نص اكس اس ناقص نص زايد الاول في الاول في تفاضل التاني. فاضلناه. دو شن ندير التاني في تفاضل الاول. شن هو التاني? هو عبارة عن كوسين. هدا هو التاني. كوسين انفيرس جدر اكس. في تفاضل الاول بواحد الاكس. منها يكتب. واي انفيرس. اا واي اا دريفت اف اا واي. شن يساوي? عندي ناقص. لاحظوا معي. هادا اسة واحد. وهادا اسة ناقص نص. معناها بيبدأ فيها نص بالموجب. يعني يبدأ فيها كأنها جدر اكس. جدر اكس على جدر واحد ناقص. طبعا اا اا اكس اس نص مضروف في اتنين. اا اس اتنين بيبدأ فيها كم? اتنين تمشي مع اتنين بيبدأ فيها اكس عادية. يعني جدر مشي مع التربيح. زايد كوساين انفيرس جدر اكس. وهذا هو الواي برايم الخاص بالمسألة اهيه.